حدثنا قوتيبة حدثنا ابن لهيعة عن سليمان ابن عبد الرحمن عن نفع ابن كيسان ان اباه اخبره انه كان يتجر بالخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانه اقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها اتجارة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئتك بشراب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان انها قد حرمت بعدك قال فابيعها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد حرمت وحرم ثمنها فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجولها ثم أهرقها